وليلي بقى ايه اللي خلاكي تفكري ان انت تعملي الوكال براند بالذات ان فيه الوكال براند كتير فا ايه اللي خلاكي تاخذي الستاب دي انا اوصا من وقت مدرسة كنت طول حياتي نفسي كنت عندي البزنس بتاعي وفون فاكت انا كان عندي 2 براند قبل فريا دي مش اول براند ليا فانا اوصا دخلة في الوكال براند وكده من زمان ايه الفرق بينهم وبين فريا انا لما بدأت اول واحدة ما كانش لسه اوصا فيه لوكال براند كتير خالص يعني ما كانتش في فكرة اللي هو موجودة كتير كان مثلا فيه براند تانية واحدة مثلا اللي كانت فتحت او حاجة وما كنتش ايه اوصا للناس القريبة مني اللي انا فتحت ولا اي حاجة كانت اوصا كنت بجرب تيها كل حاجة وانا اوصا سكنة في المهندسين كنت بروح بقى لحد مثلا العشر من رمضان اصدنا على هناك وحاجات كده كنت بجرب لسه ما كانش فيه اي ايدنتيسي ولا اي حاجة وبعدين بس بعدين بقى مع يعني قفلتها علشان خلاص عرفت كل النو هاو اللي انا كنت محتاجة اعرفه وبعدين فتحت واحدة تانية مع صحبتي بس في الاخر يعني كانت الصراحة كانت ماشي كويس قوي وكانت سوكساسفل قوي وكده بس يعني كل حد في الاخر كان عنده مختلفة لحد بقى لما فتحت فريا في شهر خمسة اللي فات طب ليه ما فكرتش تكملي على اول براند؟ علشان هي مايرج جمع وكانت بله بجيت وكانت مش مددى الايدنتيتي اللي انا عايزاها ولاlier كنت عايزة تعملي حاجة عن طريقة التي عايزاها بالزبط فعشان كده قررت بقى ان انا ابدا بقى واحدة بكل حاجة ان انا عايزاها فعرضا كده أعدت اروح من البراند للتانية لحد بقى لما وقفت فريا انت بدأت امتى؟ فريا ولا لا كله في شهر خمسة اللي فات يعني بدأت أدروب حاجات في أربعة وبعدين بقى يعني اللونش بقى واللي هو البراند يعني كتستابلشت فقى في خمسة اللي فات في شهر مايو أوكي طيب انتي بتختاري بقى الحاجات اللي انتي بتعمليها في فريا ازاي؟ هو بيكون على حسب كل كولكشن يعني هو في حاجات في كولكشن كتب بكون مثلاً عاملة كولابريشن مثلاً مع حد مثلاً معروف كده بنختار بندزاين البيسز مع بعض وفي كولكشن يعني في حاجات تانية أو في بيسز تانية أنا أصلاً بدرس حقوق فرانسيوي فهو أنا أصلاً يعني أنا مش فاشن ديزاينر بس بكون عارفة مثلاً إيه هي الحاجات الترانزي وكده بس دايماً بحاول أحط لها اللي هو تويست أو توتش كده تبقى أنت بالزبط أوكي طب ايه علاقة الحاجة اللي انتي بتدرسيها بالبراند؟ هو أنا من وانا قبل لما أدخل المدرسة أنا أصلاً كنت عايزة أدخل بزنس وكنت عايزة أدخل يعني سبيسيفكلي كنت عايزة أدخل ماركتنج وكت أنا عارفة اللي أنا عايزة يكون عندي البزنس بتاعي والبراند بتاعتي فكنت حسن أنه ماركتنج هيكون أحسن حاجة بس في الآخر حسيت أنه لا أنا ممكن أخد ماركتنج ذا كورس في ستة شهور وكده فحسيت أنه لا حاجة تخليني إن أنا لما أفتح براند أكون احنا بناخد إزاي أعرف أفتح براند وإزاي أستابلش البراند بتاعتي وعايزة كمان أعمل ماسترز السنة اللي جاي إن شاء الله فحاجة اللي هو حقوق يعني ليها علاقة بالبراند اللي هو إزاي أحافظ على البراند بتاعتي حاجات يعني ليها علاقة بالبراند وكده فإتس ريليتد وأنا عايزة أكمل في أن أنا يكون عندي ما يكون بزنس فحسن يعني لا أو المحامية أو كده هتساعدني على ده أوكي طب حبيتي أنهي أكتر لا ولا ولا نكتب عندك بزنس يعني لو لازم تختاري حاجة منهم هتكملي في إيه؟ بسي هو أنا لا الدراسة عجباني أوي وهستني دي حاجة هتساعدني في البراند بتاعتي فأنا الصراحة يعني مش ناوية لأنا أوقف البراند يعني أنا الصراحة ناوية لأنا أفضل ما أكملة فيها بس تقريبا يعني هأخلص وهاشتغل في لا والبراند هتفضل حاجة جنبها زي ما أنا كنت في الجامعة زي ما أنا كنت في مدرسة دايما البراند كانت بتبقى على الجنب بس برضو بكون مركزة فيها كويس قوي لحد بقى لما في الشغل أشوف بقى أنا همشي في إيه أكتر الشغل ولا البراند وكده أوكي طب عشان تمانج بتعرفي تعملي كده لوحدك ولا معاك يتيم ولا بتعمليها إزاي؟ في الأول كنت الوحدي بس أنا الصراحة أهلي وأخواتي جدتي العيلة كلها العيلة كلها سفورت بقوي الصراحة يعني يعني بجد بيساعدني في كل حاجة بس أنا في البراند الوحدي بس طبعا يعني لقيت إنه الموضوع يعني صعوبة قوي إن أنا أعرف أمانج كل حاجة فجبت حد بيساعدني بتساعدني بقى فإلا أنا مسلا أنا طلع الأوردرز الستوك الإنفنتوري يعني بقيت حاجات لمحلات حاجات كده بس يعني بقيت الحاجة كلها يعني أنا المسكيها لسا الواحد يعني موضعي شنو كل حاجة؟ كل حاجة دعوة